كابتن عفت يعني شايف الأول خلينا أقولك يعني ما تردد عن استئالة عمر الجنيني ده كان أمر طبيعي الإشاعة دي تطلع وإنت لو موجود ما كان عمر الجنيني وحصلت الأحداث زيات هل هتقدم استئالتك؟ والله أنا شايف أن الأستاذ عمر الجنيني والجروب اللي موجود معاه جايين لمهمة محددة لموعد عمل انتخابات جديدة أو لاختيار مجلس يقود الاتحاد تجربة كويسة أو كنت أتمنى أن هي يعني تكلل بالنجاح بالشكل الكبير اللي أنا كنت متوقعه من عمر الجنيني المجموعة الموجودة معاه إنما للأسف قرارات قرارات وحاجات ما بتنفس ومجرد كلام فرقعة في الهوى ما فرقش كتير يعني ما فرقش ده عن اللي فات أتمنى للفترة اللي جاية ما فرقش عنه أنا بوريدة؟ لا 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 خالص خالص في حاجات كتير قوي بتبان أصلا من احترام للكلمة الكلمة نفسها رجولة الكلمة نفسها سق الكلمة نفسها بيان فلما يطلع كلمة مني لازم أحافظ عليها وأتماشم وإيه اللي طلع من عمر الجنيني وملتزمش بيه؟ كتير قوي يعني في أول السنة لما أتكلم قال على الفار هيتطبق أول السنة جي بعد كده استنى شوية لقى يطبق بين الدورين وأنا بقولك أنه مش هيتطبق دي واحدة الحاجة التانية موضوع التأجيلات ومش هينفع والكلام دوت مجرد أن يحصل تأجيل يبقى فيه خلل بمعنى إحنا بنشوف بره المواعيد عارفين مواعيد ريال مدينة هيلعب أمتى وبرشون هيلعب أمتى فيه تلجي فيه مطر فيه حرب بتلاقي المباراة اللي هي مواعيد معينة وسبتة ما هيدي للأسف إحنا عايزين بالبلد كده عايزين نضكر عايزين حد لا يهمه لا أهلي ولا زمالك ولا رئيس أهلي ولا رئيس زمالك يهموا لوائح وقوانين تمشى على الكل لأن مش أهلي وزمالك لوحدهم فيه عندها تانية فيه مصري والتحاد واسماعيلي فيه ناس تليها حقوق ما بتاخدهاش فيه حزبين مسيطرين الأهلي مسيطر بالنسبة مثلا 80% في الإعلام والزمالك مسيطر بالنسبة 20% وبيت الأندية ولا أي حاجة خالص زمالك زي مسيطر بالنسبة 20% الزمالك عنده قناة رئيس ناتزمالك بيطلع يعني في كل حتة لا 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 بص ده برنامج من زمان قوي برنامج البناء على مدار السنين زمالك دلوقتي عنده قوة إعلامية مش زي الأهلي مش زي الأهلي الأهلي عنده برنامج معمول بقاله 20-30 سنة فاته ازاي ابنه قاعدة إعلامية لهم كبيرة جدا